موسيقى قتل عشرات الاشخاص بستة تفجيرات ضربت ريف طرطوس وحي الزهراء في حمص وريف دمشق والحسكة تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسناد من قوات التحالف لهجمات حوثية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن قال اسحاق جهنجير نائب الرئيس الايراني ان الفساد استشرا في كل مفاصل الدولة مثل النمل الابيض قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يدرس عرضا من بوتين لاستضافة محادثات مع عباس في موسكو قالت الشرطة الاسرائيلية انها قتلت فلسطينيا واصابت اخر في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس اشرفت الزعيمة البورمية اونكسان سوتشي على اول اجتماع لجنة مكلفة باحلال السلام في منطقة مسلمي الروهينغا اطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبال تساحلها الشرقي مما اثار ردود فعل جيرانها وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا اتفاقا من اجل التعاون في سوق النفط على امل معالجة تخمة المعروض العالمي اشهد وزير الطاقة الاماراتي سهل المزروع باتفاق السعودية وروسيا اكبر منتجين للنفط في العالم على التعاون بسوق النفط اظهرت القائمة الحمراء ان الصيد غير المشروع بالكونغو الديمقراطية قضى على 70% من حيوانات القوريلا الشرقية اصيب العداء الاسباني برونو هورتيلانو بجروح بعد حادث مروري تعرض له في مدريب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة